يقول أن الدولة المصرية هي دولة تحديها ومعركتها الأساسية هي الدعم الكلام ده من 40 سنة من أول ما ظهر الدعم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنه يتم دعم الناس أن يكون السلعة لها سعرين دي طبيعة الدعم سعر للناس اللي مش قادرة تدفعوا وسعر للناس اللي قادرة تدفعوا وفضلت الحكاية دي في مصر زي كده التماثيل بتاعت الفرعنة أبدية أزالية موجودة على طول أنه الدولة يجب أن هي تقدر دائما توفر السعرين دول وده دايما كان تحدي مصري وكل ما تيجي موازنة تقعد الدولة تحسب دعمها للمحروقات قدي إيه دعمها للسلعة الغذائية قدي إيه دعمها للتعليم قدي إيه دعمها للصحة قدي إيه هذا هو الأمر وفي حقيقة الأمر تتكلم على دولة فيها أكتر من 60% ناس في معدل الفقر ودي أرقام مصرية رسمية يبقى دائما الدولة لازم تقدر تتصرف ولازم تدعم ولازم توقف جنب الناس دي مسألة خالصة لغاية أما يصعد الناس من تحت خط الفقر ويطلعوا فوق خط الفقر ويبقى البشر كلها قادرة على أنها تعيش عيشة كريمة ولكن إلى أن يأتي هذا الوقت يظل دور الدولة مطلوب أنه التعليم يكون متاح بمصاريف قليلة مجانا يكون متاح الصحة تكون متاحة العلاج بمصاريف قليلة مجانا يكون متاح المواد الغذائية التموينية موجودة بمصاريف قليلة أو مدعومة يجب أن تكون متاح اليومين اللي فاتوا كنا في إشكالية بطاقة التموين وإشكالية بطاقة التموين دي بسيطة جدا لكن تنفيذها من أصعب ما يمكن يعني هي الفكرة المشكلة بسيطة ولكن التنفيذ على الأرض من أصعب ما يمكن المشكلة هي أن أنت عايز تعمل الجملة التاريخية اللي طول عمرك بتقولها أن يصل الدعم لمستحقي الجملة دي من وانا بشورت الدولة المصرية التحدي بتاعها إيه؟ أن يصل الدعم لمستحقي يعني الدولة المصرية ما عندهاش مشكلة أنها تدعم إنما هي دائما عايزة توصل الدعم ده للناس اللي تستحق أنا ما أقدرش أوصل الدعم ده لحد يعني ده هدر وده مش عدالة لأنه فيه ناس محتاجة فتظل عندك المعادلة كالآتي إزاي حقق العدالة أنه الناس التي تستحق الدعم تاخدوا وإزاي في نفس الوقت أرشد الدعم إن أنا مرميوش في الأرض زي ما جينا اكتشفنا حاجات كتير أسماء ناس متوفية أسماء ناس لا تستحق أسماء ناس عندها فواتير موبايل بألافات كل ده تشال كل ده لما بتدى يبقى عند الإدارة المصرية قعدة بيانات للبشر يعني أنت لما يكون عندك فاتورة موبايل بألف وخمسمائة جنيه مثلا أو بثمانمائة جنيه أو بتسعمائة جنيه أنت ليه بتاخد بطاقة تموين فبتعمل الدولة المصرية جاهدة دائما إنه أنا مش هوقف الدعم أنا مش همنع الدعم أنا مش أنا أنا شايفة إنه في ناس لسه كتير 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 تستحق الدعم لكن أنا كمان عايز أنفس بقى العبارة التاريخية اللي مكتوبة على المعابد الفرعونية أن يصل الدعم المستحقي إنه ما يبقاش في حد ما يستحقوش وياخدو فاليومين اللي فاتوا لما رئيس عفتاح السيسي تكلم في هذا الأمر هو كان في إطار ده إن أنا عايز الدعم اللي أنا بدفعه اللي بنتكلم على أكتر من سبعين مليون بني آدم بيستفيد بالدعم المصري بأشكال مختلفة سواء كان دعم خبز سواء كان دعم مواد تموينية سواء كان أي شيء آخر يصل هذا الأمر لمستحقية يمكن اشتغلنا بشكل معين على دعم المحروقات وقدرنا نعمل في إنجاز كبير لأنه إحنا كنا بنصرف على المحروقات أكتر ما بنصرف على التعليم أكتر ما كنا بنصرف على الصحة كان دايما يقولولنا إنه وجزء بقى من المحروقات دي كان بيتهرب جزء من المحروقات دي كان بيتهرب يعني مشكلة كبيرة فاليومين اللي فاتوا؟ الرئيس عفتاح السيسي كان في لقاء في الصعيد وتحدث عن هذا الأمر وهذا الأمر بصراحة هو موضوع حساس جدا وأي إدارة عندما تقترب منه يجب أن تقترب منه بكثير من الميزان الاجتماعي لأنه هي الدولة تريد إنه الناس تدعم ولكن الدعم يروح لي فين؟ من يستحقه ومن لا يستحقه؟ هنا بقى تتفرع بقى الأمور ويبتدي بقى فيه ناس تتكلموا الكلام بتاع الرئيس له معاني واضحة جدا في هذا الأمر حبينا نفهم بس ماذا سيحدث؟ يعني البطاقة التنمونية دي هتبقى من حق مين؟ الأسرة اللي عددها أدي إيه؟ اللي فات واللي جاي ولا اللي فات وجاي مع بعض؟ أشياء كثيرة لإعلاقة بالتنفيذ يعني مثلا كان فيه كلام عن دعم العيش وناس كثير تخيالت إن دعم العيش ده بكرة يعني الكلام ده حصل من ثلاثة شهر مساء واربعة شهر ولكن ما تمش تفعيل هذا الأمر فضل العيش لسه موجود بنفس السعر فهذه الأمور اللي بيتم المناقشة فيها جوه المجتمع إحنا حندق ده على فكرة سؤال تاريخي من يستحق بتاقي التموين؟ تاريخي تاريخي يعني مصر ما بتعملش ويجي وزراء تموين ويجي وزراء تخطيط ويجي رؤساء وزراء ويجي رؤساء جمهورية يتكلموا في الموضوع ده ويتعاملوا مع هذا الأمر فيه تلات أربع ملفات في مصر كده تاريخيين ولكن أن الأوان إنه يتم التعامل مش إن إحنا ما نديش عشان أكون واضح في كلامي مش ما نديش الناس الدعم يجب كلنا أن نتفق من يستحق الدعم إن إحنا مش هندي الدعم لحد مش عايش في البلد حد بيقولك أنا باخد التموين أنا بتصدق بي أنا بدي لناس تانية حد مثلا أسرة مسافرة أسرة عندها دخل أعلى ورغم ذلك بتاخد طويل كل هذه الأمور يجب وضع محددات لها ترجمة نانسي قنقر